السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المرة اللي فاتحة تتكلمنا عن انواع تايمرز وانواحها من حيث التركيب ومن حيث الوظيفة. النهاردة هنشتغل على من حيث الوظيفة بمعنى اللي احنا النهاردة هنعمل تطبيقات او دواير معينة في كلاسي كنترول بنستخدم فيها طبعا في دواير ممكن تستخدم فيها ونفس الدايرة تعملها بالوف ديلي. فاحنا بالإذن الله نوضح ده. هنبدأ النهاردة هنقول دايرتين الانجلي وازا هنستعمل الموضوع دا فيه. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس. اول تسك معنا النهاردة هنشتغل عليه وهو تسك انا عايز اشتغل اعمل دايرت كنترول. الدايرة دي بتشغل لي وليكن ان هشغل مطور او هشغل بل. هتشتغل لمدة عشر ثواني وبعد كده تفصل. يعني انا مجرد ما انا عايز اشغلها لمدة عشر ثواني بس. تمام كده? زي ما متعودين طبعا هنجي نفكر في الدايرة مع بعض. ازاي نشتغلها وبعد كده نعملها على الاي كاتس بتاعنا. مبدئين بسم الله. انا دلوقتي عايز اشغل لمدة عشر ثواني. الفكرة انا هشغلها لمدة عشر ثواني هو انا هشتغل بايه? بمعنى اللي انا عايز دا ما يشتغلش غير بعض عشر ثواني. اللي هو ياخر لي التشغيل عشر ثواني بمعنى يعني انا هوصله او ما ندوس ستارت للدايرة انا عايز اوصله كهربا. طب مما وصله كهربا مش هيشتغل مش هيشغل ولا هيغير وضع بتاعته. سواء وبالتالي يبقى انا لو بوصلت له كهربا على طول مش هيشتغل وساعتها لمحتاج المطور بتاعي يكون شغال يعني اللي انا حطه للمطور بتاعي يكون شغال. نبدأ نفكر اه دلوقتي زي ما بنبدأ على طول. هنبدأ كده انا عايد عندي مفتاح ستارت تشغيل. انا قلت مفتاح التشغيل ده هيشغال لي طيمر. ان ديلي طيمر. ان ديلي طيمر. ان ديلي طيمر حط له رمز تي وان. حلو كده جميل. الان ديلي طيمر ده هوصله مؤقتا يعني هوصله مؤقتا كده بالتوصيل. فان دوست ستارت الان ديلي طيمر هيشتغت له. حلو. ومحتاج اشغل معاه المطور. حلو جدا يعني محتاج اشغل معاه المطور بتاعي اللي هو بيتمثل عندي فيه الكي ام. تمام جدا كده. وبعد كده في هنا. النيوتر. جميل. هتقول لي يا باش مهندس طبعنا دوقتي محتاجين اللاتش. فانا هحط لاتش كده. هاخده منين? هاخده من بتاع تشغيل الموتور. جميل. هتقول لي طب دلوقتي انا شغلت دوست ستارت الان ديليه يشتغل. جميل جدا. بس هنا فضل شغال هيفضل شغال على طول. محتاج بقى من ده تفصل عن اللي شغال ده او اللي شغال ده. الكونتكتر اللي شغال ده. الكونتكتر دي محتاجها ايه? ومحتاجها فين? ده السؤالين. اول حاجة محتاجها لو فكرت فيها انا محتاج حاجة في الاول ما تبقى مقفولة. تبقى مقفولة. وباحت كده بعد العشر ثواني لما التايمير يشتغل تفتح فتبدأ تفصل لي عن الموتور بتاعه. جميل جدا. طب المسار بتاعها هحط المسار بتاعها فين? واختارت المسار ده مثلا. اهو. كده ما بينهم وحطيت كده. ايه اللي هيحصل? ده طبعا ناخدها نورمال كلوز دي من? دوست ستارت. ايه اللي حصل? ده كده كده مقفول. نزل للقون هيفضل مقفول لمدة عشر ثواني. طبعا ايه? ابقى عمله ستينج بعشر ثواني. ماشي؟ هيفضل مقفول لعشر ثواني والكي اما هيفضل شغاله. الموتور بدعا يفضل شغال زي ما هو زي الفون لكده. اللي يحصل بعد كده. لما القون دي ليه يبدأ يشتغل بعد العشر ثواني بتاعته? يبدأ ده يتحول لنورمالي. ده كده يتحول لنورمالي. هيتحول كالنورمال هيفتح الكنتكت بتاعته هتتعكس هيبدأ ده يقطعها لك جميل كده يبقى احنا بكل اختصار نقول بكل اختصار الدايرة تاني تاني انا محتاج اشغل موتر لمدة عشر ثواني وبعد كده يفصل يعني اشغل مدة عشر ثواني وبعد كده يفصل باستخدام يعني انا هستخدم هيلقط كهربا في الاول خالص بعد ما الاول خالص هزبطوا المدة عشر ثواني العشر ثواني زيادة يخلصوا يبدأ يعكس الكنتكت بتاعته يبقى وحتاج الطريق التيمار كمان وحتاج الطريق التيمار كمان فتعتر الطريق الاتنين جميل جدا كده فأنا اضطيت التيمار وحتاج التيمار وحتاج التيمار طبعا الستوب ممكن نحط الستوب هنا لو انا عايز اوقف الكلام ده جميل جدا كده تعال نجرب الدايرة بتاعتنا على برنامج سيموليشن اهو عمال الدايرة بتاعتنا اللي احنا اتفقنا عليها طبعا هتلاقيني انا حاطيت النورمال دي هنا هو كده كده انا محتاجة اقطاع على اللي هو الكنتاكتور ده بس انا شيل كده محتاجة اقطاع على الكنتاكتور ده فبالتل اللي اقطعت عنه من هنا او ممكن اقطع عليهم هما الاتنين من هنا الطايمر مع بعض بس كده كده المصار بتاع الكيه بيوتقاطع فمش فرق جميل جدا عايزين دلوقتي طبعا الطايمر بنزبوته ازاي انت جدت الطايمر سميته انا سميته تي وبعد كده احطيت هنا جبتي كده اخترت تي بتاعتي طبعا زبطت مفروض ازبوته على عشرة بس انا هزبوته ايه على اربع بحيس الاختصار للوقت يعني دوس ستارت بعد كده ادوس ستارت كده بس قعد الاربع ثواني بتوعي يبقى انا اشتغل اربع ثواني وفاصل عشر ثواني اقدر موتور غير الوقت من هنا اشيل كده وابدأ اغغير الوقت من هنا ممكن عشر ثواني وابدأ اتعامل بنفس الطريقة دي شرح الدايرة اللي احنا قلنا الموتور يشتغل لمدة عشر ثواني وبعد كده يفصل باستخدام الان دلي دائما شرحنا اول تسك اللي هو ايه هنشغل موتور لمدة عشر ثواني وبعد كده افصله ايه هو يفصل لواحده هنبدأ بقى نشرح العكس يعني انا هدوس فالموتور يستنى عشر ثواني وبعد كده يبدأ يشتغل طب انا محتاج ايه مبدئية انا هفكر في التسك ازاي انا محتاج دلوقتي هشتغل بالان دليل جميل جدا الان دليل اللي احنا قلناه كزا مرة لتواتق بيعمل ايه في الاخر بدي له صورس جهربة فيبدأ ما يشتغلش يعني ما يغيرش وضع بتاعته لحد العشر ثواني او العشرين ثانية او الوقت وتفر اللي انا بحط الوقت بتاعي وبعد كده يبدأ يعكس وضع الكنتاكت بتاعه لو تبقى اوبن ولو اوبن تبقى كلوز طبعا نواة مساعدة هليبنا نفكر ازاي هقولك ان لو عندي ان دليل تايمر الان دليل تايمر ده لو اديته كهرباء على طول يعني انا اديته كهرباء هيفضل عشر ثواني ما بيشتغلش جميل جدا طب لو انا حطيت نقطة نورمالي اوبن في طريق الموتور بتاعي او الكنتاكتور بتاع الموتور بتاعي ايه اللي هيحصل؟ يعني لو حطيت نقطة في طريق الكنتاكتور والنقطة دي نورمالي اوبن مش هتشتغل او مش هتتحاول لنورمالي اوبن مش هتقفل فالمدة عشر ثانية مش هتقفل وبعد كده الموتور بتاعي هيشتغل طب هاعمل ده ازاي؟ تعالوا نفكر مع بعض انا هنا جيت كده جيت كده وحطيت ستارت بتاعتي جميل وجيت هنا قلت انا هشغل الطايمر الطايمر ده اسمه تي وده نورمالي اوبن كده وبعد كده هاخلق مصار بص انا مش هربط بالدارتين دوقت انا هاخلق مصار المصار ده بتاع ايه؟ بتاع تي اللي هو نورمالي اوبن والمصار ده رايح لمن؟ للكي الكي اللي هو الكنتاكتور بتاعي بتاع الدايرة او بتاع الموتور بتاعي حلو تخيلوا كده اللي انا وصلت الدايرة دي كده ودست ستارت اللي هيحصل التي هتشتغل وبعد كده شوية كده وبعد كده الام تشتغل او اللي هو الكي هيبدأ يشتغل طب عملت كده لو انا حطيت هنا محتاج لاتش جميل جدا تعال حط هنا لاتش كي فكر كده معي هدوس ستارت اللاتش ده ما يحتاج عشان يشتغل محتاج ايه؟ محتاج الكي نفسه يشتغل جميل جدا طب دست ستارت الكي راح اشتغل ولا لا مش هشتغل لان لسه الكي الكنتاكتور بتاعي دي ما اشتغلش وبالتالي النقطة المساعدة النورمالي اوبن اللي انا اوخدها مش هتشتغل فبالتالي لو انت فكرت كده انا محتاج التي ده يشتغل اول ما ادوس ستارت يبقى لي محتاج حاجة تشتغل مع التي تروح مش اشغلا لي ده النقطة دي احتاج ايه؟ احتاج نقطة مساعدة جديدة ماهاش علاقة بالكونتاكتور وهنا يجي دور الرلي لو انا حطيت الرلي هنا وشلت كده لو جبت كده وشلت كده وحطت هنا الرلي بتاعي نورمالي اوبن تعال بقى نفكر ايه اللي هيحصل وجبت كده دي النقطة بتاعتي دي النيوترال وده مسلا فازة الار لو كده دوست ستارت دوست ستارت كده ايه اللي هيحصل هينزل هنا للتي وهينزل للار وانس اللي هو نزل للار هيحصل هنا ماشي؟ والتي هتفضل شغالة ولو انا وزبطت تي على عشر ثواني هيفضل دي عشر ثواني ايه الحاد من نورمال اللي هو عنديه حاطت لها نقطة نورمالي اوبن بعد العشر ثواني النقطة هتبقى نورمالي كلوزد طب وانس ما بقت نورمالي كلوزد ايه اللي حصل؟ الكيك اشتغل جميل كده؟ حلو طب دلوقتي انا عاز افصل بقى عن الكيك الجميل ده هعمل ايه؟ هحط هنا نقطة مش نقطة ايه سفحط مفتاح سويتش ستوب ده هيفصل ده هيفصل تعالوا نجرب الدايرة كده ونشوف هتشتغل ازاي؟ على برنامج السيميليشن تمام جدا دلوقتي انا عملت الدايرة على برنامج السيميليشن بتاعنا نبدأ انا هدوس كده ستار طبعا بس في حاجة انا حطيت السويتش باللي انا هقفل به هنا هو ستوب بحيس اللي ايه لو حطيته هنا طبعا التايمر وهي يفضل شغال وبالتالي برده مش قطع عن التايمر فايه؟ فضلت ان احطه هنا فهدوس كده زبطه على اربع ثواني برده يكون عشرة ايان كان الرقم اللي حيسته معي بس بتيه شغال هنا والر شغال ولا تشدر بعد كده ده وصل لسفر فبدأ ده يشتغل ودي بقت ايه؟ تمام كده؟ المرات بإذن الله شرحنا تسكين المرة الجاية هنشرح تسكين كمان للوف ديلي تايمر وهنكمل بقى تسكوات على الون ديلي والوف ديلي مع بعض لحد ما تخلص التسكوات بتاعتهم بإذن الله وربانا معاكم بإذن الله وربكنوا استفدتوا وعملوا سبسكرايب للقناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا